بسم الله الرحمن الرحيم في مقرر حبليات ان شاء الله نهارضه هنوصل الكلام في الاسماك الغضروفية الكوندريكسيز وبنتكلم في مثالنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدوك فش او سيلوريناسكانيكولا وسيلوريناسكانيكولا اللي هو شكل مصغر لسامكة الارش ونهارضه بنتكلم في الجهاز الهيكالي او السكيليتال سيستم الجهاز الهيكالي زي ما انت عارف بتكون من هيكالي خارجي وهيكالي داخلي الهيكالي خارجي هنا اللي هو الاكزو سكيليتون الاكزو سكيليتون ده عبارة عن قشور درعية زي ما قلنا بلاكوير سكيلز وقلنا اتكلمنا عليها موجودة من مشتقات الجلد تكون من صفيحة قاعدية اللي موجودة في الادمة وبعدين تبرز للخارج وتبقى شكلها مدبب وتفديك الشوكة اه وطبعا قلنا صفحة او الشوكة اوليال القشور الدرعية عبارة عن ايه او الحراشيف الدرعية عبارة عن طبقة الدنتين والمينة الاسنان برضو من ضمن الهيكال الخارجي في الفقوق موجودة والاسنان عبارة عن قشور درعية متحورة يبقى الاسنان اصلها ايه اصلها من رشور المتحورة برضو الأسنان عبارة عن الدينتين والمين اذا انت شفت الدينتين والإنامل العاج والمين يعني الهيكل الداخلي اللي هو الجزء الثاني من الجهاز الهيكالي اللي هو اليندوسكيلتون هيكال داخلي هي عبارة مصنوع من مادة غضروفية دائم لأنديم مثال للأسماك الغضروفية ينقسم الهيكل الداخلي زي أي جهاز هيكالي داخلي إلى هيكل محوري اللي هو موجود في محور الجسم بتاع الكائن منتصب الجسم والهيكل الطرفي اللي هو المرتبط على الأطراف فأنت عندك الأجزة الاسكيلتون وعندك الأبنديكولار اسكيلتون الأجزة الاسكيلتون بتكون من الجنجومة الاسكال والفرتبرال كولم العمود الفقري طيب الجهاز الهيكل الطرفي مكون من حزام مقمام الحزمة والحزام الصدري والحزام الحوضي اللي هو البيترال جردل والبلفج جردل بعد كده يحمل الزعانف الفردية أو الزعانف الحوضية اللي هو الزعانف الحوضية البلفج فن والحزون الصدري البكترال فن بعد كده نتكلم عليهم بتفصيل أول حاجة في جهاز المحوري لأجزة السكيلتون نتكلمه على السكال السكال فيها الكرينيوم والكرينيوم وإحنا قلنا بلكده كل الكرينياتا فرتبراتا وكل الفرتبراتا كرينياتا لأن الفرتبرة النوتو كورد عشان يتحور يتحور يدي إيه يتحور يدي عمود فقري ومجموعة من الفقرات كده وفي الأمام بيبقى في سندوق المخ أو السكال طالما عنده سكال يبقى عنده فرتبرالكولم طالما عنده فرتبرالكولم يبقى أكيد عنده كرينيوم يبقى الكرينياتا فرتبراتا تتكون من الكرينيوم والمحافظة الحسية والأقواص الحسوي يبقى الجمجومة عبارة عن ثلاث أجزاء الكرينيوم ولوه البرينبوكس اللي هو سندوق المخ اللي هو اللي بيحيط بالمخ بعد كده المحافظة الحسية اللي يبقى فاعل أعضاء الحسية وبعد كده فيه الأقواس الحشوية الخلف الجنجومة عدول يبقى الجنجومة عشان تبقى الجنجومة مكتملة لازم تتكون من الكرينيوم وسينس كابسولز محافظ الحس والفيسرال الفيسرال أرشز اللي هي الأقواس الحشوية أول حاجة بنسبة للكرينيوم صندوق مستطيل يحيط بالمخ ليه لحميته ده البرين بوكس صندوق المخ السطح البطني كامل التكوين من ناحية البطنية لو جيت بصع الكرينيوم كده تليه مقفول مغلق بينما السطح الظاهري ليه هتليه غير مكتمل وفيه فتحة صغيرة كده في المقدمة تسمى اليافوخ الأمامي أو الانتاريير فونتينيلي يبقى الحالة البطنية مغلق لكن الحالة الظاهريها تلاقي فيه جزء تغير كده الانتاريير فونتينيلي يوجد فيه الطرف الخلفي للكرينيوم فتحة كبيرة كده للخلف خالص تسمى بالسقب الكبير أو هو الفورامين ماجنم ويمر من خلال طبعا الحبل الشوكي اللي جاي من المخم الطواية يستمر في العمود الفقري طيب ايه تاني على جانبي السقب الكبير يوجد لقمة قزالية يعني هتلاقي الجزء ده كده هتلاقي الجزء صغير هنا كده وجزء صغير هنا كده وده امتدار كده الاخر ده اللي هو الجنجمة بالشكل ده هنا محافظ شمية هنا محافظ سمعية وده المحافظة الحجاج يعني يبقى فيه موجود العين وده النحاء الظهرية بقى فيه جزء صغير مفتوح اسمه اليفوخ الامام طيب ده السقب الايه الكبير هو الفورامين ماجنم اللي بيمر فيه ايه الحبل الايه الشوكي على جانبي الفورامين ماجنم ده هتلاقي فيه ايه هتلاقي هنا بروز هنا وهنا بروز اسمه اللقمتان القزالياتان اللي هي الاكسبتال كونتايلز وطبعا دول فيدتهم عملية التمفسط يعني مع فقراء اول الفقرات العمود الفقرية اول فقراء العمود الفقري اللي هي مرتبطة بايه بيه او اللي هي تتمفصل مع الاسكل مع اللقمة القزالية لو هي لقمة قزالية واحدة ولي بميز الطيور عشان كده ممكن تلف ايه الرأس الطائر ممكن اللي التف ايه مية وتمين درجة لكن مثلا في الانسان اللي في حركة محدودة لدرجة مهينة ليه لان فيه لقمتان قزاليتان بتمنع الالتفاف بشكل عام لكن فيديتها بس التمفصل اللي اعلى واسفل ده بالشكل ده يوضح لك الجنجون بتاعت الدوب فيش هتلاقي هنا الحجاج اللي بيقع فيه العين وهتلاقي هنا المحفظة السمعية وهتلاقي هنا المحفظة الحسية الياه الشمية الامامية وهتلاقي هنا اللقمتان القزاليتين وده السقب اللي هي الكبير اللي جاهزة اللي هي الكده برضو المحوري احنا قلنا الكرينيوم وتكلمنا عليه خلاص بعد كده فيه المحفظة الحسية المحفظة الحسية زي ما قلنا اللي هو ده ملتاح مبمين بالكرينيوم طيب فيه محفظتان شميتين زي ما شفناهم في الرسمة الاماميتين والفاكتوري كابسولز وفيهم ايه اماميتين هم ويفصل هم الحاجز الان فيه ما بين الاثنين كده ويبقى طبعا جواهم الولفاكتوري لوبس او اللي هو الفصل الشم بعد كده فيه المحفظتان السمعيتين والخلفياتين في الاخر خالص ملتحمة برضو مع مؤخرة الكرينيوم ويبقى فيها عضاء السمع بعد كده فيه اللي هو او بسمه الحجاج العين وده المكان اللي بيبقى موجود فيه المقلط العين او العين نفسها مكوما نتوآن نتوآن علوي وسفلي وامامي وخلفي في جزء كده الاحلى وجزء الاسفل وفي جزء الامامي وفي جزء الخلفي يقع عين طبعا العين يبقى دول الثلاث محافظ الموجودين اللي بيبقوا مرتبطين بالكرينيوم وليس احنا بتكلم في الجمجمة وان الجمجمة تكون من الكرينيوم وشفناه والمحافظة الحسية اللي هم واحد واثنين وثلاث بعد كده ده بس بوضح لك اهو انه ده الفاكتر كابسول وده المحافظة السامعية يبقى في محافظة الأزن الداخلية وهنا فيها ايه العضاء الشم وهتلاقي كده النحاية الظهرية كده فيها سقب صغير اسم اليافوخ الأمام انتنيل جسم نفسه هيبقى على الجنبين ده يمين وشمال هتلاقي فيه الأربط او حجاج العين هيبقى فيه جزء علوي وهيبقى فيه جزء سفلي وفيه جزء امامي وفيه جزء خلفي هذا الجزء الامامي وده الجزء الخلفي طيب هتلاقي في نهاية الجمجمة هتلاقي فيه ايه زي ما قلنا اللي هو الفرمن السقب الكبير اللي بيعدي منه الموجود على جانبا يبقى الفتحة ده السقب الكبير ده تلاقي فيه النتوء ده والنتوء ده اللي هو بسموه لغمتان القزليتان عشان يحصل ارتكوليشن مع الفرست فرتبري الفقرة الأولى في العمود الفقر رقم ثلاثة بقى عشان تبقى الجنجومة اكتملة تبقى جنجومة مكتملة يبقى عندك الكرينيوم وعندك المحافظة الحسية وعندك رقم ثلاثة الأقواس الحشوية أو البصرة الأرش ودول مكونة طبعا من أجزاء غضروفية تدعم تجويل في الفم وقدار البلعوم وهي عبارة عن سبع أزواج من الأقواس الحشوية أول قوس يسمون القوس الفكي من دبلر أرش وبعد كده القوس الثاني اللي هو الهايود أرش القوس اللامي الخيشومية يبقى الأقواس الحشومية سبعة القوس الأولاني الفكي اللي بيعمل الفك العلوي والسفلي وبعدين الفك الثاني بيربط الفك العلوي والسفلي بيه الجنجمة وبعد كده الأقواس الخيشومية اللي بتدعم تجويل في الفم وتجاء الدعم الخيشيم عشان تبدأ الخيشيم مفتوح حول ما تبدأ تتحرك وتدخل جواه أول حاجة القوس الفكي اللي بيسمون mandibular march قوس الفكي ده يمثل إيه هيكل الفك العلوي والسفلي تعرفين عنده في فك علوي في فك سفلي دول قطعتين جمع بعض كده ودول برضو قطعتين جمع بعض هيكل الفك العلوي عبارة عن جزئين أو غضروفيين اللي بيسمون إيه حنكان جناحيان مربعا حنكان فكيان جناحيان مربعا ودول بيسمون بليتوب تريجو كودريت اللي هو الجزء الاعلى ده جزء انها حيارة جزء انها حيارةصين يبقى ده ما يحصل بليتوب تريجو كودريتك يحمل الفك الايه العلوي يحمل اسنان فك العلوي والفك السفلي أبارع برضوا عن غضروف اه wonderfully جزء ايه جزء ايه نسام كل منهما غضروف ميكلز الموجود ده غضروف ميكلز ده نحية ده وفي غضروف الناحية التانية يبقى ده اول قوس من الاقواص الحاشومية اللي هو الحشوية لأمة السبعة أو القوس اللي هو القوس اللي ايه الفك وتتمفصل النهايات الخلفية للحنك الجناح المربعي مع النهايات الخلفية لغضروف ميكل يعني الاثنين دون المرتبطين مع بعض كده ويتمفصلوا مع بعض البعض طيب القوس البعض كده هو ده وضح لك الأول ده الحنك الجناح المربعي بليتو بتريكو كوادريتو حزمتين وعظم النحية دي وفي عظم النحية الثانية وده غضروف ميكلز اللي برضو غضروفين واحد النحل دي والنحل الأخرة ده الفك العلو ده الفك السفلي ده المنديبلر قرش الجزء اللي انت شايفه اللي بعديه على طول ده اللي هو القوس اللامي الهيويد قرش ده الجزء اللي فوق ده جزئين القطعتين قطع نحي دي وقطع نحل الأخرى مسموه اللامي الفكي الهيو منديبلر بعد كده في الجزء التاني برضه براءة عن القطعتين يبقى ده 2 وده 2 و يجب هاتين و ده واحد. الاتنين دول اسمهم ايه اسم السراة و هياال او اللامي القرأني يبقى عندك الوقت اللامي الفكي وعندك اللامي القرأني. وبعد كده في المسكة الجزئين مع بعض اسمه اللامي القيادة البيزي هيال. يبقى انت عندك الوقت اتنين هايوه ومندبلر تلح نوع أهي بيزي هيال. واحد بيزي هيال. بيكونوا حاجة اسمها القوس اللامي. بعد كده يبقى في عندك الخمس اقواص الخيشومية رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم اربعة رقم خمسة كل جزء منه هنشوف الوقتي من القوس الخيشومه هو البرانكيا القرش عبارة عن ايه اخدهم من الاعلى الاسفل كده من ناحية ظهرية البلعوم هيبقى فيه الفرينجيو برانكيا الخيشوم بالعومي وبعدك الخيشوم للبعومي هيبقى مرتبط بجزء صغير كده اسمه خيشوم العلوي وبعد كده الخيشوم القرني يبقى فيه جزء الثالث ده اسمه Grandpa Branchial الخيشوم القرني وبعد الخيشوم القرني هيبقى فيه جزء العضو sticker سوفلي ما غيره الكلام ده عبارة عن ايه الاولان والتاني ده بيكونوا آربع جزاء الثاني والثالث والرابع الثالث والرابع والخامس الثالث والرابع والخامس دول بيتحدوا مع بعض الجزء الأسفل ده ويديك حاجة اسمها البيزي برانكيال أو الخيشوم القاعدة اللي بيحمل السلاسة أقواص خيشومية الخلفية مع بعضهم البعض ده تركيب الأقواص الحشوية وفيه اللي هو معبرة عن واحد اللي هو القوس الفكي اتنين اللي هو القوس اللامي والخمس أقواص الخيشومية هما فعلا سبع أقواص الجزء الأعلى ده طبعا ده العمود الفقري الفقرات وبعد كده يبقى فيه عندك هنا محفظة السمعية وفيه المحفظة الشمية وهتلاقي فيه الأربط اللي هي وموجود فيه حجاج العين وده الكرينيوم يبقى ده الكرينيوم ودول محافظ حسية يبقى كرينيوم ومحافظ حسية وأقواص حشوية دول بيكونوا السكال في الدوكفش ده برضو رسمة بتوضح لك التركيب نفس الأجزاء الموجودة في الجونجومة برضو ده رسمة أخرى بتوضحها لك بتوضح لك البريزو برانشيال اللي بتلك بها عند الثاني والثالث أو الثالث والرابع والخامس بتحضوا مع بعض في البيزو برانشيال أو الخيشوم القاعد الأقواص الحشوية تانية هو بيتكلم عليها مكونة من سبب أجزاء من أجزاء غضرافية طبعاً تدعم الفم وقدرة البلعوم سبب أجزاء الجزء اللي هو الفم البلعومي الجزء الأولين هو القوس الفكي اللي هو مانديبلر قلنا بيكون الفكي العلوي والسفلي عبارة عن بليتوب تريجو كودريت وي الميكلزي كارتليج بعد كده القوس اللامي اللي هو هيود قلت لك اثنين واثنين وواحد يعني اثنين قطع علوية يسمى اللامي فكي ما هيو مانديبلر واثنين يسمى بيه اللامي القرني الواسيرات وعيال واحد بس قطعه في النص وهو اللامي الفكي او البيئي فيها يرتبط القوس مع المحفظة السمعية قوس اللامي ده يرتبط مع المحفظة السمعية في الجنجمة مع الفكين العلوي والسفلي بوسطة مجموعة من لوطار قوية عشان كده يسموه هنا الارتباط أنا ارتباط لامي يعني يقولك الفك العلوي بتاعك ده مرتبط مع الجنجمة بايه عندنا احنا في الانسان مرتبط بواسط الاوتار ده ولا بواسط القوس اللامي التاني ده لا احنا عندنا عندنا التحام تام الفك العلوي مع الايه مع الجنجومة وبالتالي يبقى ده بسموه اوتوستيليك يبقى اوتوستيليك ده معناه ايه اوتوستيليك ده معناه ان الاتحام او ارتباط اه تام ليه لان فيه التحام الفك العلوي مع الجنجومة وبالتالي يبقى الجنجومة الفك العلوي ده ما بتقدرش يتحركه تحرك الفك السفل فقط ليه لان الفك العلوي ملتحم تماماً فيوزد مع الاسكالون لكن هنا عندك في الدوكفش هتقل الفاك العلوي والسفلي ده مرتبطين مع بعض مع الجنجمة بإيه؟ بالأوطار والقوس اللامي عشان كده سموه هايو القرش فسموه هايو ستيلك سسبنشن يعني الرتباط اللامي أو تعريق لامي بعد كده أقواص الخيشومية زي ما قلنا هيبعدتهم كام خمس أقواص خيشومية تدعم جدار البلعوب عشان تبدو الفتحة الخيشومية مفتوحة تكون كل قوس من خيشوم من أربع أجزاء الجوز الأولاني هو من أعلى الأسفل الفارنجو من ناحية الزهرية يعني ناحية البطنية الفارنجو برانكيال تاعم ناحية الزهرية البلعوم بعدين فيه الابي برانكيال اللي هو الخيشوم العلوي وبعد كده فيه السيراتو برانكيال الخيشوم القرني وبعدين الهايو برانكيال الخيشوم القاعد ده موجود على ناحية البطنية للبلعوم ارتحد الخشوم السفلي الخشوم القاعدي الخشوم السفلي يرتحد مع رقم كم؟ رقم ثلاثة واربعة وخمسة ارتحدوا دول مع بعض وديك حاجة اسمها الخشوم القاعدي اللي احنا بلناه وشفناه اللي هو البيزي ويدعم سطح السفلي اللي بلعوم والسطح العلوي لتجويف القلب أو التجويف التموري الموجود بيدعم القلب من حال الظهري ده كما قلنا الاول والثاني والثالث والربعة والخمسة ارتحد مع بعض الخشوم السفلي وديك حاجة اسمها الخشوم القاعدي في رقم ثلاثة واربعة وخمسة بعد الجنجومة ولما تكلمنا عليها في الهيكل المحوري هيبقى فاضل ايه؟ هيبقى فاضل عمود الفقري الفرتبرال كولم يتكون من مئة والثلاثين فقرة وضروفية فقرات سنائية التقاعر يعني يبقى عندها ايه ووقعين مقاعرين كده بشكل ده كده يبقى ده سنائية الايه التقاعر يبقى جسم الفقرة بتاعها مقاعر من الامام والايه؟ مقاعر من الامام والخلف نوعية الفقرات هنا فقرات جزعية تبقى مقارنة الجزع السموات رنكة الايه فرتبري يبقى الجسمة عبارة عن رأس وجزع وذيل يبقى في عندك جزع بسموات رنك فرتبري وفي عندك ذيل بتبقى كودل فرتبري مكونة منين من مركز جسم الفقرة وفي نيورل سباين وفي نيورل أرش طيب ده اي فقرة لو ايه فقرة جزعية يبقى الايه الكوزئ ده وفي الهيمر أرش وفي الهيمر سباين يبقى احنا بنكلم فيه الكودل فرتبري طيب انا لو بص على ده اعرف ان ده ايه فقرة جزعية لان اللي هنا عندك ايه مركز جسم الفقرة او سنترم وده لو في بقاء ايه الحبل الزهري بعد كده هتلاقي في قطعة ايه البيز الدورسل والبيز في انترال البيز الدورسل تتاهد مع بعض الاعلى الاعلى وتديك ايه تديك حاجة اسمها البيز اللي هو النيورل أرش اللي هو القوس الدموي وتنتهي بالنيورل سباين يبقى عنده نيورل أرش ونيورل سباين جوام قناه اللي ايه النيورل كان القناه اللي ايه العصبية ماشي فيها ايه ماشي فيها السباين الكرب وده السنترم مركز جسم الفقرة اللي قلنا ده سناء التقاعر طيب من ناحية البقاء البطنية هتلاقي هتلاقي البيزي فنترال نقطعتين اللي قلنا علومة بكده ويحمل كلم على البيترو مايزون لكن البيزي فنترال اللي هنا ده ما بيمتدش ليه الامام او مستطيلش كده لنحية البطنية لكن يفضل كده وديك حاجة اسمها او نتو المستعرض النتو المستعرض فيديته ايه انه يحمل ايه الربس في المنطقة الجزع وعشان كده قلنا ده الفقرة الجزعية يا بنا على طول لو شكل ده عرف ان ده الفقرة جزعية لو البيزي فنترال اللي هو جزء ده امتده وكمان مستطيل خلص كده وديك ايه قناه قناه دموية وديك قوس دموي همر أرش وديك شوكة دموية يبقى ايه الشوكة دموي الهمل المنطقة الجزعية يمشي فيه الكودة الأرتري ويمشي فيه كمان الكودة الفيني يبقى على طول احنا في الكودة الفرتيبري دي الفقرة الذائلية بالفقرة الذائلية تتميز بوجود الهيمة الأرش والهيمة الاسباين والفقرة وطبعاً اللي موجود فوق هو نفسه اللي هو الشوكة العصبية والقوس العصبي وما شاهده الحبل الشوكي وده مركز جسم الفقرة وده لو فيه بقام الحبل الزهري الشكل ده برضه زي ده الموجود في الفقرة الجزائية الاختلاف فيه الشوكة الدموية والقوس الدموي ولجوه الشران الذائلي والوريد الذائلي ده برضه نفس الشكل الموجود هو وضح لك هنا فيه دسبان الكورد حبل الشوكي ونبقاء الحبل الزهري وده مركز جسم الفقرة اللي هو سناء التقاعر بالشكل ده كده وده القناة العصبية اللي ماشي في الحبل الشوكي وده القوس الدموي وطبعا هنا هيبقى فيه الشوكة الايه موجودة هنا الشوكة العصبية لو لقيت هنا عندك بقى همى القرش وفيه قناة عصبية طبعا هيبقى جواها وده الهمى القرش هيبقى جواها الايه وده الهمى الكنلول هيبقى جواها الكودة الأرثر وكودة الفن وتنتهي بشوكة الدموية تعرف ايه بقى ده كودة الفرتبري وده transverse processes او بيزيوفايسيز البيزوفايسيز او الايه اللي هو النوع الـ transverse processes النطوع المستعرض يبقى تعرف ايه بقى طول ان انت فيه الترانك فرتبري وده فيه الترانك وده فيه الايه الكودة او ده شكل كده بقضاه لك كده تحت الميكروسكوب اه ده العضلات اوه وده الجزء اللي هو القوس اوه وترى ما انت شايف الجزء ده بشكل ده كده تعرف على طول ان ده فقرة ايه في منطية الايه اذي ده في منطية اذي ده الحبل الايه الزهر وده بقايا الحبل الزهر اوه وده مركز قسم الفقرة وده القناة الموجودة هيبفاها الشريان والوريد وده القوس دموي شوكة دموية قوس عصبي شوكة عصبية يبقى احنا فيه الكودة اه طارتها من القسم المنطقة ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته